اشتركوا في القناة ايه معنى الحياة؟ كل اسبوع هنناقش فكرة او سؤال من الاسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من افلاطون لابن رشد دي ديكارد هنتكلم عن المعرفة الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلسفة الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم احمد الملط للفلسفة والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفة الحلقة الثلاثة والستين منطق القضايا Propositional Logic تخيل انك طالب فلسفة في السنوات الاولى قابلت زميلتك ردوى في الكلية بعد محاضرة الدكتور فتحي مدرس الفلسفة الطبيعية بتقول لردوى لقد نقشنا سؤال ان كان من الممكن ان يصبح الروبوت فرض في المجتمع له حقوق مثل البشر افتسمت ردوى فيتعلم الى اين سيقود هذا الحوار ثم قالت يبدو انها كانت محاضرة شيقة لكن الروبوت لا يمكن ان يصبح كالانسان ترد بسرعة ولماذا هذا؟ تجيب الامر بسيط اذا كان الروبوت شخصا اذا سيصبح عقلانيا لكن لا يوجد روبوت عقلاني اذا لا يمكن ان يكون شخصا تقول مهلا مهلا الروبوت يستطيع حل المشاكل ويستطيع صنع القرارات اذا كان الروبوت قادر على صناعة القرارات وحل المشاكل اذا لابد وانه عقلاني اليس كذلك؟ ترد ردوى ببعض الضيق؟ لا انهم ليسوا كذلك اذا كان الروبوت عقلاني اذا لابد ان يكون له وعي وان كان له وعي اذا لابد ان لديه قدرة عقلية على تأمل الزات لكن لا يوجد اي روبوت قادر على تأمل ذاته وبالتالي لا يوجد روبوت عقل تصمت قليلا ثم تجيب كيف تعلمين ان الروبوت غير قادر على تأمل ذاته؟ تتعالثم ردوى قليلا من السؤال المفاجئ قبل ان تجيب لان الكائنات القادرة على تأمل ذاتها هي الكائنات التي لديها روح فقط ومن السخيف ان تعتقد ان الروبوت من الممكن ان يكون لديه روح او يمتلك روح في يوم من الايام وبالتالي الروبوت ليس لديه قدرة على تأمل الذات ترد فكري معي في هذا الامر اما الروح ظاهرة مادية او ظاهرة غير مادية تتفقين معي حول هذا الامر أليس كذلك؟ تجيب ردوى بسرعة بالطبع تكمل عسنا ان كانت الروح ظاهرة مادية اذا اذا كان الروبوت مصنوع من المادة من السهل ان يحصل على روح لكن ان كانت الروح ظاهرة غير مادية اذا اذا وضع الله الروح فيه بالتالي قد يحصل على الروح وبما ان الروبوت مصنوع من المادة والله قادر على فعل اي شيء اذا الروبوت قد يحصل على الروح تبتسم في ثقة بعد ان شعرت انك على وشك حسم النقاش لكن ردوى ترد بهدوء حسنا اعلم ان ديكارت كان يعتبر البشر آلات لها ارواح لكن بالنسبة لي من الجنون الاعتقاد بان الله سيغرس الروح في الكمبيوتر غالبا ما ستجادل بعد هذا ان الله سيغرس الروح في كومة من الصخور لكن على اي حال دعني اجرب حجة اخرى اذا كان الروبوت شخص اذا لابد ان لديه حرية ارادة لكن لو الروبوت كائن مبرمج اذا ليس لديه حرية ارادة الروبوت هو مجرد كمبيوتر على صورة انسان وكل كمبيوتر يتم برمجته اذا الروبوت ليس شخص تلمع عينيك وترد بسرعة باتباع حجتك حتى البشر ليس لديهم حرية ارادة تندهش ردوى من ردك قبل ان تقول وكيف هذا تجيب حسنا كل افعالنا سببها تركبنا الجيني او تكيفنا البيئي ان كانت افعالنا سببها تركبنا الجيني اذا هي محددة مسبقا وان كانت مسببة نتيجة للظروف البيئية اذا هي ايضا محددة مسبقا بالتالي لسنا احرار اعترضت ردوى بسرعة لا اتفق معك افعالنا فعلا قد تكون متأثرة بتركبنا الجيني او تكيفنا الاجتماعي لكنها ليست مسببة بها بصورة حتمية وان لم تكن مسببة حتميا بتلك العوامل اذا افعالنا حرة ونحن احرار تقول ردوى لا اعلم ماذا تعنين بان افعالنا متأثرة بتركبنا الجيني او تكيفنا الاجتماعي لكنها غير مسببة حتميا بهذه العوامل تضيف اذا كان سين فعل متأثر بصاد اذا سين مسبب بصاد واذا كان سين مسبب بصاد اذا سين محدد بحدوث صاد سلفا اذا عندما نقول النسين متأثر بصاد نحن نقول بصورة غير مباشرة النسين محدد بصاد يظهر الضيق على وجه ردوى ثم تقول انت تراوغ حول معنى السببية لكن ان لم تكن مقتنع بتلك الحجة ايضا اليك حجة جديدة اذا كان الروبوت شخص اذا سيكون لديه مشاعر ولو كان لديه مشاعر اذا سيشعر بالحب والتعاطف لكن لا يوجد روبوت يحب تأمل لحظات جهازي كمبيوتر يحب بعضهم البعض تكرى سخيفة وبالتالي الروبوت ليس بشر ترد حسنا حسنا دعينا نفكر في الامر المشاعر اما عقلية زهنية او فيزيائية ان كانت زهنية اذا هي حالات للمخ وان كانت مجرد حالات للمخ اذا الروبوت يستطيع الحصول عليها لان كل حالات المخ ما هي الا ترتيب للزرات او الجزيئات بصورة معينة واذا كانت المشاعر ظاهرة فيزيائية اذا الروبوت يستطيع الحصول عليها مرة اخرى لان كل الظواهر الفيزيائية هي مجرد ترتيب للزرات والجزيئات بصورة معينة اذا الروبوت يستطيع الحصول على المشاعر تضحك ردوة ببعض التوتر هذه أسوأ حجة سمعتها اليوم بالتأكيد المشاعر قد يصاحبها تغير في الحالات الفيزيائية لكنها غير متطبقة مع المشاعر على أي حال معاد المحاضرة التالية اقترب ويجب أن أغادر لكن قبل أن أذهب دعني أسألك ألت أعتقد فعلا أن الروبوت من الممكن أن يكون إنسان؟ تجيب؟ نعم أعتقد أنه أمر جائز ترد ردوة إذن هل تعتقد أن الروبوت لديه حقوق؟ مثلا الحق في الانتخاب تتردد بعض الشيء الأمر يتوقف تقاطعك ردوة يتوقف على ماذا؟ تضحك في سخرية إن كان البشر لها الحق في التصويت أصلا تضحك ردوة حسنا الآن اقتربنا من الخطوط الحمراء أنا ذاهبة إلى المحاضرة هذا الحوار المتخيل لم يحدث في الواقع لكني آمل بشكل شخصي أن أرى صيغة ومنهجية هذا الحوار متكررة في مجتمعاتنا العربية على أي حال داخل الحوار هناك العديد من الحجج المنطقية كم باستخراجها وحاول وضعها على صورة منطق القضايا ثم قم باستخدام جداور الحقيقة لتحديد صلاحية كل حجة وتذكر المنطق مثل الرياضيات أفضل وسيلة لإدراكه هي استخدامه أي نظرية عامة للمنطق الاستنتاجي لا بد أن تحقق هدفين الأول تفسير العلاقات بين المقدمات والنتيجة داخل الحجة والثاني تقديم طرق وأدوات للتفريق ما بين الاستنتاج الصالح والغير صالح وفي الواقع هناك منظومتين فقط في تاريخ علم المنطق حاولت التعامل مع هذين الهدفين وهما منظومة المنطق الكلاسيكية أو الأرستوطالية والثانية عادة ما يطلق عليها منظومة المنطق الرمزية Symbolic أو الرياضية Mathematical والبعض قد يطلق عليها المنطق الحديث Modern Logic وبالرغم من أن منظومة المنطق الكلاسيكي والحديث يحاول تحقيق نفس الأهداف إلا أن الطرق المستخدمة تختلف كثيرا بينهم المنطق الحديث غير قائم على نظام قياس كما في حالة المنطق الكلاسيكي ولا يبدأ بتحليل الفرضيات الحملية المنطق الحديث يبدأ أولا بتحديد الروابط المنطقية الأساسية التي تقوم عليها الحوج الاستنتاجية وباستخدام تلك الروابط يتم وضع نموذج عام للحجة وتطبيق طرق اختبار صلاحية الحجة بناء على هذا النموذج لكن كي تنجح منظومة المنطق الحديث في هذا المسعة كان لابد من تجنب الغموض، الالتباس والإشكالات اللغوية الأخرى الناتجة عن استخدام اللغة البشرية اللغات الإنسانية بمختلف طواقفها تحتوي على الالتباس، التشبيه، الاستعارات، التمثيل، البناء العاطفي وغيرها من وحدات البناء التي قد تجعل استخدام اللغة أكثر إنسانية لكن تحول دون تحليلها المنطقي وبالتالي المنطق الحديث وضع لغة رمزية صناعية Artificial Symbolic Language من خلالها يمكن حل الكثير من تلك الإشكاليات ويمكن تمثيل العلاقات المنطقية بوضوح ودقة عالية الرموز تساعد بشكل كبير عند تفكرنا في الحجج لأنها تمكننا من الوصول إلى قلب الحجة واختزال جميع جوانبها الغير أساسية هذا بالإضافة إن عند استخدام الرموز يمكننا إجراء العديد من العمليات المنطقية بصورة ميكانيكية تلقائية بمجرد النظر إليها على العكس من العمليات المنطقية الأخرى كما رأينا في حلقة القياس المنطقي تتطلب الكثير من المجهود كي نضعها في صورة قابلة للتحليل جودة وكفاءة الرموز المستخدمة داخل أي لغة صناعية لها أثر كبير على سرعة استخدام تلك اللغة وتعامل المخ معها بسهولة من الجائز أن أكثر الأدلة المباشرة اليوم على هذه الفكرة هي الرموز العربية والهندية المستخدمة لكتابة الأرقام سواء في اللغة الإنجليزية أو العربية هذه المنظومة الرمزية استبدلت منظومة الرموز الرومانية بسبب صعوبة تلك الرموز القديمة والقواعد المحيطة بها وفي الواقع علماء المنطق الكلاسيكي لم يدركوا هذا الأثر الكبير للرموز عند تحليل الحجر المنطقي الرستو استخدموا الرموز للإشارة إلى المتغيرات في تحليلاته والتبعين عليه من المناطق العرب والغربيين في العصور الوسطى طوروا هذا الاستخدام بشكل محدود ومعقد إلى درجة كبيرة لكن التقدم الحقيقي في تطوير عملية ترميز المنطق لم يبدأ حتى القرن العشرين الذي أدى إلى تلك المنظومة المنطقية الحديثة عركة الترميز الحديث اختلفت كثيرا عن رموز المنطق القلاسيكي والعلاقات بين الفئات لم تعد محور اهتمام علماء المنطق الحديث كما كان الأمر مع أرستو وتابعيه وبدلا من هذا يقوم المنطقيين الآن بتحليل البنية الداخلية للقضايا والحجج وبالتبعية المنطق الحديث لا يتطلب عمليات التحويل للصور القياسية التي كانت أساسية داخل المنطق الكلاسيكي كما رأينا سابقا في منطق القياس وقد يجادل البعض أن المنطق الحديث أصبح أقل رونقا وبساطة من منظومة المنطق الكلاسيكي التي وضعها أرستو لكنه أصبح أكتر قوة هناك صور من الحجج الاستنتاجية لا يمكن تمثلها من خلال منطق القياس لكن باستخدام لغة الترميز في المنطق الحديث من الممكن أن نمثلها مباشرة دون الدخول في عمليات تحويل معقدة وندرس بوساطة صلاحية الحجة وصحتها الجمل البسيطة والجمل المركبة Symbol and Compound Statements صلاحية الحجة الاستنتاجية قائمة على شكلها بمعرفة شكل أو هيئة الحجة الاستنتاجية نستطيع تحديد صلاحياتها بسهولة لكن كما رأينا في الحلقات السابقة الإشكالية الكبرى التي تواجه المنطق الكلاسيكي هو أن اللغة البشرية تخفي صورة هيئة وقالب الحجة نتيجة لعوامل الغموض والالتباس في اللغة الدارجة للتعامل مع تلك الإشكالية منطق القياس قدم رموز لتمثيل الحدود داخل الحجة القياسية الأمر الذي سهل وضعها في صورة قياسية في المنطق الحديث عملية الترميز تتم من خلال نوع من الرموز يطلق عليه المعاملات Operators أو في بعض الأحيان يطلق عليه الوصلات Connectives عندما يتم وضع الحجة الاستنتاجية في تلك الصورة الرمزية يصبح تقييم صلاحياتها مسألة بسيطة قد نجريها بالعين المجردة كما في المسائل والمعادلات الرياضية في المنطق الكلاسيكي الحدود أو الفئات كانت وحدات البناء الأساسية للحجج ارجع لحلقة منطق القياس لكن في منطق القضايا Propositional Logic وحدة البناء للحجة هي الجمل أو القضايا Propositions والجمل يتم تمثلها من خلال أحرف ويتم دمج تلك الأحرف مع بعضها من خلال المعاملات لتكوين صورة رمزية كما الحال في المعادلات الرياضية كي نستطيع فهم عملية الترميز المستخدمة في منطق القضايا أو المنطق الحديث لابد من التفريق بين نوعين من الجمل الجمل البسيطة والجمل المركبة الجمل البسيطة Symbol Statement هي الجمل التي لا تحتوي على أي جملة أخرى جزئية بداخلها مثلا الطاووس طائر ملون أو نجيب محفوظ كتب ملحمة الحرفيش أو القاهرة عاصمة مصر إلى آخره في المنطق الرمزي أو منطق القضايا من الممكن استخدام أي حرف من أحرف اللغة الإنجليزية الكبيرة لتمثيل الجملة مثلا حرف capital A قد يمثل الجملة الأولى وحرف capital B قد يمثل الجملة الثانية وهكذا سأوضح لك بعد قليل لماذا يتم التمثيل باستخدام الأحرف الكبيرة الجمل المركبة compound statements هي الجمل التي كما يتضح من الإسم قد تتركب أو تتكون من جملة واحدة بسيطة على الأقل إذن الجمل إما أن تكون بسيطة symbol أي لا تحتوي على أكثر من جملة مكونة لها مثلا أحمد نظيف جملة بسيطة أو جمل مركبة compound تحتوي على أكثر من جملة مكونة لها مثلا أحمد نظيف وأحمد نشيط الجملة تحتوي على جملتين بسيطتين مكونتين لها وقد تكون الجملة المركبة مكونة من جمل أيضا مركبة وقد يخطر على ذهنك أن أي جملة داخل جملة أخرى هي مكون لها لكن هذا التعريف غير دقيق مثلا الرجل الذي اغدال الرئيس السادات كان ضابط في الجيش لو اقتطعت الكلمات الست الأخيرة في الجملة الرئيس السادات كان ضابط في الجيش هذه جملة وبغض النظر عن صحتها إلا أن هذه الجملة بكل تأكيد ليست مكون داخل الجملة الأصلية إذن كي تكون الجملة مكون داخل جملة مركبة لابد أن يتوفر فيها شرطين واحد الجزء المقتطع لابد أن يكون جملة مستقلة بذاته اتنين لو تم استبدال الجزء المقتطع داخل الجملة الكبرى بجزء آخر لابد أن تكون النتيجة ماذا لها معنا تخيل مثلا أني استبدالت الجزء المقتطع الرئيس السادات كان ضابط في الجيش بجملة الجمال تعيش في الصحراء تصبح الجملة الرجل الذي اغتال الجمال تعيش في الصحراء جملة بلا معنى أنواع الجمل المركبة compound statement types هناك عدة صور من الممكن أن تركب بها الجملة كل صورة تتطلب عملية ترميز منطقي مختلفة تأمل تلك الجمل واحد ليست الحقيقة أن القاعدة منظمة إنسانية اتنين أم كلثوم مغنية قديمة ومجد الرومي مغنية حديثة ثلاثة إما أن يلتزم الناس بالقانون أو يصبح المجتمع غابة اربعة إذا انتهت الحروب من العالم إذن تعم الرخاء والسلام خمسة الأهلي سيكسب الدوري فقط إذا ربح المباراة باستخدام الأحرف الإنجليزية الكبيرة من الممكن تمثيل الجمل السابقة كالآتي واحد ليست الحقيقة اتنين دي وسي ثلاثة إما آر أو اي اربعة إذا اف إذن أو خمسة اتش فقط إذا كي لاحظ إن الجملة الأولى مركبة بالرغم إنها تحتوي على جملة بسيطة واحدة رمضنا لها بالرمز A بشكل عام دون الدخول في تفاصيل لغوية ومنطقية معقدة جملة النفي تعامل على إنها جملة مركبة تتكون من معامل النفي والجملة المنفية أو الجملة المؤكدة في تلك الحالة معامل النفي كان ليست الحقيقة في الخمس أمثلة السابقة هناك خمس معاملات منطقية كنت باستخدامها في الجملة الأولى واحد معامل النفي ليس ويرمز إليه بعلامة تيلدا اتنين معامل معامل الإقتران conjunction ويمثل كلمات في اللغة العربية مثل واو أيضا بالإضافة إلى ويرمز له بعلامة النقطة ثلاثة معامل الإنفصال disjunction ويعبر عنه في اللغة العربية بكلمات مثل أو ويرمز له بعلامة في أربعة معامل التضمين أو التبعية implication ويعبر عنه في اللغة العربية بإذا إذن ويرمز له برمز حدوة الحصان الأفقية horseshoe وأخيرا خمسة معامل التكافؤ equivalence ويعبر عنه في اللغة العربية بكلمة فقط إذن ويرمز له بثلاثة شرط منظر الجدول المرافق ترميز الجمل من اللغة البشرية إلى اللغة الرمزية المنطقية لا يعني أن الجمل سيتم ترجمتها كلمة بكلمة وتصبح متطبقة كما الحال في الترجمة من لغة بشرية إلى أخرى الترجمة تكون قريبة وقد تفقد بعض المعاني خلال عملية الترجمة مثلا المعاملات قد لا تكون على نفس الصورة التي استخدمتها في الأمثلة السابقة وقد تكون غائبة تماما في الجملة الآن لو قمنا بتطبيق المعاملات السابقة في صورتها الرمزية على الخمس أمثلة يصبح لدينا واحد جملة نفي negation tilde A وثانيا جملة اقتران conjunction D.C وثالثا جملة انفصال disjunction RVE ورابعا جملة شرطية conditional وتعبر عن علاقة التضمين المادية material implication F horse shoe O حيث F هو الشرط أو جملة السابق antecedent وO هي جملة النتيجة أو التابع consequent وخامسا جملة تكافؤ bioconditional H equivalent to K وتعبر عن علاقة التكافؤ المادي material equivalence النفي negation نفي الجمل في اللغة العربية قد يحدث بعدة صور مثلا بإضافة معامل نفي لغوي في أول الجملة مثل ليس لا لم إلى آخره وقد يتم استخدام مركب لغوي كامل لتحقيق النفي مثل ليس من الصحيح أن أو لم يحدث أن إلى آخره في المنطق يستخدم رمز تيلدا في بداية الجملة للإشارة إلى النفي وفي بعض النصوص القديمة قد تستخدم علامة ناقص للإشارة إلى النفي تأمل تلك الأمثلة وعملية ترجمتها إلى صورة رمزية مصانع الحديد والصلب لا تنتج أجهزة التليفون المحمول يتم ترميز تلك الجملة إلى نفس الجملة بصورة أخرى ليس من الصحيح أن مصانع الحديد والصلب تنتج أجهزة التليفون المحمول أو من الخطأ أن مصانع الحديد والصلب تنتج أجهزة التليفون المحمول كل تلك الجمل يتم ترمزها بنفس الصورة رمز النفي يظهر أمام الحرف المختار لتمثيل الجملة وكما أشرنا سابقا معامل النفي ليس معامل ربط أو تكوين أي أنه لا يستخدم لربط جملتين لكن يطبق على جملة واحدة سواء كانت تلك الجملة بسيطة أو مركبة على سبيل المثال قد يأتي معامل النفي أمام جملة اقتران مركبة مثلا وفي تلك الحالة يقال أن المعامل نفى الجملة المركبة ككل أي الجملة التي ظهرت داخل القوسين وقد تكون الجملة المركبة نفسها مركبة من عدة جمل مركبة أيضا ويتم تطبيق معامل النفي على مجمل الجملة ككل مثلا في المنطق الرمزي عادة ما يستخدم مصطلح المعامل الرئيسي main operator للإشارة إلى المعامل الذي يتم تطبيقه على مجمل الجملة التركيبية أي أن نطاقه يشمل الجملة كلها إن لم تحتوي الجملة على أقواس عادة ما تحتوي الجملة على معامل واحد فقط وبالتالي يصبح هو المعامل الرئيسي لكن إن احتوت الجملة على أكثر من معامل لتلك الحالة النفي لا يكون هو المعامل الرئيسي إن وجد داخل الجملة لكن إن وجدت أقواس في الجملة المعامل الرئيسي هو المعامل الذي يقع خارج كل الأقواس لو وجد أكثر من معامل خارج الأقواس معامل النفي إن وجد ليس هو المعامل الرئيسي مثلا في جملة المعامل الرئيسي هو معامل الاقتران أو النقطة لأن نطاق تطبيقه يمتد ليشمل كل الجملة أو في جملة معامل النفي هو المعامل الرئيسي الاقتران الاقتران هو الجمل التي يتم فيها التركيب من خلال اقتران بين جملتين باستخدام معامل الربط أو العطف واؤ في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وقد أيضا يستخدم معاملات مثل أيضا بالإضافة إلى لتمثيل الاقتران في اللغة العربية شقي الاقتران أو الجملتين الذين يتم الربط بينهما يطلق عليهما تأمل هذا المثال تقع القاهرة في قارة أفريقيا وتقع دبي في قارة أسيا أو تقع القاهرة في قارة أفريقيا لكن دبي في قارة آسيا أو تقع القاهرة في قارة أفريقيا ومع ذلك تقع دبي في قارة آسيا أو القاهرة ودبي يقع في الشرق الأوسط كل تلك الجمل يمكن التعبير عنها بصورة رمزية للإقتران واحدة كالآتي T.B هناك بعض الرموز الأخرى التي قد تستخدم في بعض الكتب القديمة للتعبير عن الإقتران مثلاً علامة أمبرساند أو أند في اللغة الإنجليزية لكن علامة النقطة لكن رمز النقطة أكثر شيوعاً الآن معامل الإقتران إذن هو معامل ربط ثنائي أي يتم تطبيقه على جملتين قد يكون جملتين بسيطتين أو مركبتين الإنفصال جملة مركبة من مكونين يتم الفصل بينهما بمعامل الإنفصال كلمة أو في اللغة العربية أو كلمة or في اللغة الإنجليزية وشقي الجملة المركبة في تلك الحالة يطلق عليهما الانفصال يعني أن أحد شقي الجملة على الأقل صحيح وفي تلك الحالة يقال أن الإنفصال ضعيف وقد يعني أن أحد شقي الجملة فقط يمكن أن يكون صحيح وفي تلك الحالة يقال أن الإنفصال قوي في المنطق نستخدم علامة V للإشارة إلى معامل الإنفصال تأمل تلك الأمثلة تسمح مصر بالتصوير في المعابد الأثرية أو الأردن إما مصر تسمح بالتصوير في المعابد الأثرية أو الأردن تسمح مصر بالتصوير في المعابد الأثرية إلا إذا كانت الأردن صور متعددة للإنفصال بين جملتين كلها يمكن تمثلها باستخدام معامل الإنفصال كالآتي A V T وكمعامل الاقتران معامل الانفصال هو أيضا معامل ربط سنائي أي لابد من تطبيقه على جملتين الجمل الشرطية والتضمين Conditional Statements and Material Implication صورة أخرى من الجمل المركبة حيث يتم تركيب جملتين أحدهما شرط والأخرى نتيجة مشروطة الحدوث بتحقق الشرط عادة ما يسبق الشرط كلمة أو معامل الشرط في اللغة العربية إذن جملة الشرط يطلق عليها جملة السالف أو السابق Anticident ويسبق النتيجة معامل النتيجة كلمة إذن وجملة النتيجة عادة ما يطلق عليها جملة اللاحق أو التابع Consequent التبعية التضمين أو الجمل الشرطية F-Zen يتم التعبير عنها برمز حدوة الحصان الأفقية Horse Shoe لكن بعض الكتب القديمة تستخدم رمز السابق بالتعبير عن العلاقة الشرطية التضمين عادة ما يظهر بصور عدة في اللغة الإنسانية كلمات مثل بشرط بناء على في حالة قد يتم ترجمتها إلى جملة شرطية إذا إذن مثلا إذا أحمد ذهب إلى العمل إذن سيارة أحمد ليست أمام المنزل جملة السالف أو الشرط أحمد ذهب إلى العمل وجملة التابع أو النتيجة سيارة أحمد ليست أمام المنزل الجملة الشرطية تؤكد أن في حالة أمن السالف صواب لابد أن يتبع ذلك أن التابع صواب وتكتسب الجملة الشرطية قيمة حقيقتها من فكرة التابعية أو التضمين غموض اللغة البشرية وإشكاليات الالتباس بها قد تجعل التضمين أو التابعية يظهر بعدة صور تختلف من حيث المعنى وبالتالي لابد من التفريق بين تلك الصور كي نستطيع ترمزها تأمل تلك الجملة الشرطية 1- إذا كانت كل البشر فانية وسقرات إنسان 2- إذا كان أحمد متزوج إذن أحمد ليس عازب 3- إذا تم وضع هذه القطعة من ورق عباد الشمس الأزرق في الحمض فستتحول هذه القطعة من ورق عباد الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر 4- إذا خسر الأهل المباراة سأدمر التلفاز لو تأملت تلك الجملة الأربعة ستلاحظ أن التبعية في كل منها مختلفة 5- بناء على العلاقة السببية في كل منها مثلا في الجملة الأولى التبعية نشأت بسبب التتابع المنطقي لو كل البشر فانية وسقرات أحد تلك البشر لا بد إذن أنه سيكون فاني لكن في الجملة الثانية التبعية نشأت بناء على تعريف مصطلح متزوج الذي يعني بالضرورة أن الفرد غير عازب والتبعية في الجملة الثالثة لم تنشأ بسبب المنطق أو التعريف كما في السابق لكن بسبب الحقيقة العلمية التي يمكن فقط اختبارها من خلال التجربة العملية وأخيرا الجملة الرابعة التبعية لم تنشأ فيها بسبب المنطق التعريف أو قوانين العلمية السببية لكن بسبب قرار أخذ الفرد وهو أن يدمر التلفاز في حال عدم فوز فريقه هذه الجملة الأربعة اختلفت في الطريقة التي دعمت بها التبعية لكنها ما زالت تؤكد على صورة ما من التبعية بين الشرط والنتيجة التكافؤ التكافؤ أو جمل فقط في حالة هو عكس الجملة الشرطية مثلا لو قلنا ستصطاد السمك فقط إن كان هناك طعم في صنارة الشرط في تلك الجملة لا يعني أن لو الصنارة بها طعم ستصطاد السمك وإلا كانت كل صنارة بها طعم تصطاد السمك لكن الشرط في تلك الحالة يعني نفي وقوع الحدث في حالة عدم وقوع النتيجة أي إن لم تكن الصنارة بها طعم لن تصطاد السمك الجملة المكافئة منطقيا للجملة التكافؤ إذا لم يكن هناك طعم بالصنارة إذن لن تصطاد السمك أي إن جملة التكافؤ تعكس الجملة الشرطية جملة التكافؤ يرمز فيها لمعامل التكافؤ بسلاس شرط أفقية حتى تستطيع التفرقة بين التكافؤ والجملة الشرطية هناك قاعدة بسيطة مركب الجملة التابع لكلمة إذن في الجملة الشرطية دائما ما يكون الشرط أما في جملة التكافؤ مركب الجملة التابع لكلمة فقط إذا دائما ما يكون التابع أو النتيجة وبالتالي جملة التكافؤ سين فقط إذا صاد تترجم إلى سين هورس شو صاد أي لو حدث سين إذن صاد الفكرة دي مهمة جدا لأن لا يجب أن يتم خلط مركب الشرط في الجملة ومركب النتيجة كما في المعادلات الرياضية حاصل قسمة 8 على 4 ليس نفس الشيء كحاصل قسمة 4 على 8 بنفس الصورة رمز الحدوة أو الهورس شو يستخدم أيضا للتعبير عن فكرة الكفاية والضرورة في الجملة الشرطية مثلا حدث ألف يقال إنه شرط كافي sufficient condition لحدث باء عندما يكون حدوث ألف هو كل المطلوب كي يحدث باء أي يكفي حدوث ألف كي تحدث باء على الجانب الآخر حدث ألف يقال إنه شرط ضروري necessary condition لحدث باء عندما يكون حدوث باء جائز دون حدوث ألف أي أن ألف ليست كافية لحدوث باء بمفردها مثلا الإنفلوانزا سبب كافي للمرض في حين أن تنفس الهواء سبب ضروري للحياة هناك أشياء أخرى بجانب الإنفلوانزا قد تجعلنا مرضى لكن الإنفلوانزا كافية بمفردها كي يحدث المرض على العكس بجانب الهواء هناك أشياء أخرى ضرورية كي نحيا لكن بدون الهواء لا يمكن أن نحيا أي إن الهواء ضروري لكنه غير كافي ومفرده للحياة كي نعبر عن الكفاية والضرورة بالرموز في المنطق نضع جملة الكفاية في مكان مركب الشرط داخل الجملة الشرطية وجملة الضرورة في مكان مركب التبعية داخل الجملة الشرطية مثلا لو قلنا إصدار أبل تليفون جديد شرط كافي كي تصدر سامسونج تليفونها الجديد نعبر عن تلك الجملة رمزيا كالآتي لو سين إذن صاد حيث سين تعبر عن إصدار أبل لتليفون جديد وصاد عن إصدار سامسونج لتليفون جديد لكن لو غيرنا الجملة إلى إصدار أبل لتليفون جديد شرط ضروري كي تصدر سامسونج تليفونها الجديد لتلك الحالة نعبر عن الجملة رمزيا كالآتي لو صاد إذن سين الترقيم في لغة المنطقة الرمزية فكرة غاية في الأهمية لضمان خلو الجمل المنطقية الرمزية من الالتباس أو الغموض إن كنت درست الرياضيات أو علوم البرمجة هذه الفكرة ستكون بسيطة ومباشرة بالنسبة لك لكني سأحاول الاستفادة في شرحها لتوضحها لقطاع أكبر من المستمعين عند تطبيق معاملات الربط بصورها المتعددة داخل الجمل المركبة أشرنا إلى أن الربط قد يتم بين جمل بسيطة غير مركبة لكن هذا الأمر غير حصري على الجمل البسيطة أي إن الربط داخل الجمل المركبة قد يتم بين جملتين مركبتين وفي تلك الحالة بسبب كثرة المعاملات داخل الجملة يصبح المعنى غامض أو متعدد المعاني كي أوضح لك الفكرة سأبدأ أولا بمثال رياضي تأمل تلك المعادلة 2 في 3 زائد 5 كيف تعتقد أنه يجب تطبيق تلك المعاملات الثلاثة؟ هل نضرب 2 في 3 ثم نجمع النتيجة على 5 فيصبح الناتج 11؟ أم هل نضرب 2 في حاصل جمع 3 زائد 5 فيصبح الناتج 16؟ كما تلاحظ النتيجة تختلف حسب قراءتك للمعادلة أو تطبيقك للمعاملات المستخدمة لتجنب هذا الغموض الرياضيين طوروا عدة أدوات منها مثلا أسبقية المعاملات أوبريتور برسدنس أي أن هناك أولوية لتطبيق بعض المعاملات قبل الأخرى عند ظهور تلك المعاملات في نفس الجملة جنبا إلى جنب الأداء الأخرى هي ترقيم أو تشكيل المعادلة باستخدام الأقواس لتحديد المعنى المراد مثلا في المعادلة السابقة قد نعيد صياغتها كالآتي بداية قوس 2 في 3 نهاية قوس زائد 5 في تلك الحالة جمعنا عملية الضرب داخل قوسين لنحدد أن معامل الضرب سيتم تطبيقه على الرقمين 2 و 3 ثم معامل الجمع يتم تطبيقه على الرقم الناتج بالإضافة إلى الرقم 5 نفس الفكرة تستخدم في المنطق الرمزي مثلا جملة منطقية مركبة على الصورة الرمزية الآتية سين دوت صاد في عين جملة غامضة لأن ليس من الواضح كيف يجب تطبيق معاملات الربط قد يكون المقصود تطبيق معامل الإقتران دوت بين سين وصاد ثم تطبيق معامل الإنفصال على نتيجة تلك الجملة المركبة والجملة عين أو قد تفسر الجملة كالآتي يطبق معامل الإنفصال أولا على الجملة صاد وعين ثم يطبق معامل الإقتران على النتيجة والجملة سين لكي نزيل هذا الغموض ببساطة وضعنا قوسين حول سين وصاد فتصبح الجملة بداية قوس سين ضد صاد نهاية قوس في عين في تلك الحالة واضح أن المراد هو تطبيق الإقتران على سين وصاد ثم الانفصال هذه الفكرة البسيطة قد تصبح معقدة بسرعة عند تركيب عدة جمل مركبة وفي تلك الحالة تستخدم الأقواس المربعة لدمج تكوينات من عدة جمل مثلا هذه الجملة هذه الجملة المركبة من الممكن حساب قيمة الحقيقة لها لو وضعنا قيم حقيقة للجمل البسيطة المكونة له مثلا لو فرضنا أن الجملتين A و B لهم قيمة حقيقة صواب والجملتين X و Y لهم قيمة حقيقة خطأ واحد نبدأ بتطبيق معامل الإقتران A.X بما أن X خطأ إذن تصبح قيمة الإقتران الكلية خطأ 2- نطبق قيمة الإنفصال Y V tilde B بما أن B صواب إذن tilde أو نفيها يصبح خطأ وتطبيق الإنفصال على نفيها وقيمة Y التي هي خطأ تصبح القيمة الكلية للحقيقة أيضا خطأ 3- تطبيق النفي على النتيجة السابقة فتصبح القيمة الكلية صواب 4- تطبيق معامل الإقتران بين النتيجة السابقة والنتيجة من الخطوة واحدة أي بتطبيق الإقتران على خطأ وصواب تصبح النتيجة خطأ 5- وأخيرا بتطبيق معامل النفي على النتيجة من الخطوة الرابعة تصبح الجملة صواب لأن نفي الخطأ صواب منظر الشكل المرافق هذه العملية المنهجية التي تشبه في تطبيقها معادلات الرياضيات تجعل عملية تقييم الحقيقة لأي جملة منطقية في صورتها الرمزية أمر سهل ومباشر ومجرد تحديد قيمة الحقيقة للجمل البسيطة المكونة لها وتطبيق معاملات الربط على تلك الجمل بصورة إجرائية منهجية نصل لحقيقة الجملة المركبة ككل لكن ليس دائما من الممكن معرفة قيمة الحقيقة للجمل البسيطة المكونة في تلك الحالة أحد الطرق المستخدمة لحساب قيمة الحقيقة للجمل المركبة هو إفتراض قيمة حقيقة للجملة البسيطة بداخلها مثلاً صواب سم حساب قيمة الحقيقة كلية للجمل المركبة سم إعادة حساب قيمة الحقيقة للجملة الكلية المركبة بإفتراض قيمة الحقيقة خطأ للجملة البسيطة بداخلها إن كانت قيمة الحقيقة الناتجة في الحالتين متساوية إذن وصلنا لقيمة الحقيقة للجملة المركبة لأننا نعلم أن هناك قيمتين ممكنتين فقط لأي جملة بسيطة وأخيرا اللغة الرمزية لمنطق القضايا كأي لغة بشرية كانت أو صناعية هناك صيغة جيدة التشكيل للجمل أي أن الجمل يتم تركبها وصياغتها لغويا طبقا لبعض القواعد اللغوية مثلا في اللغة العربية جملة أحمد يشرب القهوة جملة جيدة للصياغة لكن جملة القهوة أحمد يشرب جملة غير صحيحة لغويا بنفس الصورة جملة منطقية رمزية كأي هورسشو في بي جملة غير سليمة الصياغة إذن هناك مجموعة من القواعد البسيطة يجب اتباعها عند صياغة الجمل المنطقية الرمزية واحد الجمل لا يمكن تركبها معا بدون معاملات منطقية للربط ما بينها وبالتالي لا يمكن أن نضع رمز سين مباشرة بجوار صاد لابد من معامل ربط ما بينهم اثنين علامة النفي تيلدا لا يمكن أن تتبع جملة مباشرة لكن يمكن أن تسبق أي جملة ثلاثة علامة النفي لا يمكن أن تسبق معامل ربط آخر لابد أن تسبق جملة أربعة معاملات الاقتران الانفصال التبعية والتكافؤ لابد أن تقع بين جملتين أي أنها تربط بين جملتين خمسة الأقواس لابد أن تستخدم كي تزيل الغموض والالتباس من الجمل دوال للحقيقة Trust Functions قيمة الحقيقة لجملة مركبة من أكثر من قضية منطقية استخدام معاملات الربط المنطقية يقال أنها دالة في قيمة الحقيقة للقضايا المكونة له أي أن قيمة الحقيقة لجملة مركبة يتم تحددها بصورة مطلقة بناء على قيمة الحقيقة للجمل الجزئية المكونة له لو كانت قيمة الحقيقة لتلك الجمل الجزئية معروفة أصبحت مهمة تحديد قيمة الحقيقة للجملة الكلية أمر مباشر بتطبيق معاملات الربط المنطقية وبالتالي تصبح دالة الحقيقة Trust Function هي أي قضية مركبة يتم تحديد قيمة الحقيقة بالكامل لها من خلال قيم الحقيقة لمكوناتها الكثير من القضايا والأطروحات المركبة في اللغة البشرية الدرجة ليست دالة حقيقة مثلا جملة أحمد يعتقد أن نادر ليس أهلا للثقة جملة مركبة تتكون من جملة بسيطة وهي نادر ليس أهلا للثقة لكن قيمة الحقيقة للجملة المركبة لا يمكن تحددها بناء على قيمة الحقيقة لمكوناتها لأن اعتقاد أحمد في أن نادر ليس أهلا للثقة ليس بناء على أي سما في نادر سنبدأ أولا بتعريف كيف يمكن تحديد قيمة الحقيقة بناء على الخمس معاملات المنطقية الرمزية ثم ننتقل إلى قضايا مركبة أكتر تعقيدا تطبيق معاملات الربط المنطقية في الجمل المنطقية يتم من خلال المتغيرة Variables التي نعبر عنها بأحرف إنجليزية صغيرة تعبر عن الجملة مثلا المتغير A small قد يعبر عن جملة A capital متغيرات الجمل تستخدم لتكوين قالب أو هيئة الجملة Statement form القالب أو الهيئة هو ترتيب لمتغيرات الجملة والمعاملات المنطقية بحيث يمكن استبدال تلك المتغيرات داخل نفس القالب وطبق النتيجة كما هي مثلا Tilda A small أو A small horseshoe B small هي قوالب جمل لأننا إذا قمنا باستبدال المتغيرات بجمل A capital و B capital بالترتيب نحصل على الجمل Tilda A capital و A capital Horseshoe B capital مثال أكثر تعقيدا open brace B small dot q small close brace horseshoe open brace q small v r small close brace قالب لجملة رمزية الآن باستبدال المتغيرات الثلاثة B small q small r small بالجمل A capital B capital C capital نحصل على الجملة المركبة open brace A capital dot B capital close brace horseshoe open brace B capital V C capital close brace أي أن تلك الجملة هي صورة تمثيلية لقالب الجملة الأولي دالة حقيقة النفي negation trust function الآن بعد أن أوضحنا فكرة هيئة أو قالب الجمل دعنا نبدأ بدراسة دالة الحقيقة لقالب جملة النفي المنطقية تعريف دالة الحقيقة لأي جملة منطقية يمكن الحصول عليه من خلال جدول الحقيقة trust table وهو ترتيب لجميع قيم الحقيقة الممكنة للجملة المركبة بناء على الجمل الجزئية المكونة لها والمعاملات المنطقية المستخدمة في الجملة مثلا في جملة النفي هناك جملة واحدة مكونة للجملة المركبة وبالتالي احتمالات قيمة الحقيقة للجملة ككل يتوقف على احتمالات قيمة الحقيقة للجملة الجزئية وبما أن هناك احتمالين فقط لقيمة الحقيقة للجملة الجزئية إذن هناك احتمالين فقط لجملة النفي ككل وبالتالي جدول حقيقة الجملة المركبة تحتوي على صفين وعمودين الاحتمال الأول صف الأول في حالة صواب الجملة الجزئية ممثلة في العمود الأول تصبح الجملة المركبة خاطئة ممثلة في العمود الثاني والاحتمال الثاني الصف الثاني في حالة خطأ الجملة الجزئية العمود الأول لا بد من صواب الجملة المركبة ككل العمود الثاني منظر الشكل المرافق مثلا ليس من الحقيقي أن البشر خالدون دالة الحقيقة لتلك الجملة هي الصواب لأن دالة الحقيقة للجملة الجزئية البشر خالدون قطأ إذن بناء على جدول الحقيقة السابق الاحتمال الثاني أو الصف الثاني هو صواب الجملة المركبة في حالة خطأ الجملة الجزئية تالة حقيقة الاقتران تالة الحقيقة لمعامل الاقتران أو dot في حالة الجملة المركبة على صورة الاقتران قيمة الحقيقة للجملة يتم تحددها فقط بناء على شقي أو مركبي جملة الاقتران لو كان كل من الشقين صواب تصبح الجملة كلها صواب والعكس صحيح ولذا يطلق على الجمل المركبة الاقترانية انها مركب حقيقة وظيفي trust functional compound وشقايها يطلق عليهم مكونات الحقيقة الوظيفية trust functional components لكن ليست كل الجمل المركبة لها خاصية الحقيقة الوظيفية trust functional مثلا احمد يعتقد ان محمد مخلص لوطنه قيمة الحقيقة لتلك الجملة لا يمكن تحددها من خلال مكوناتها لان من الممكن ان احمد يعتقد ان محمد مخلص لوطنه بغض النظر ان كان محمد فعلا مخلص ام لا وبالتالي المكون محمد مخلص لوطنه ليس مكون حقيقة وظيفي في تلك الجملة وبالتبعية الجملة كلها ليست مركب حقيقة وظيفي لو كان هناك جملتين سين وصاد يكون جملة مركبة على صورة الاقتران اذا هناك اربع احتمالات ممكنة لقيمة الحقيقة للجملة الكلية بناء على توزيعات قيم الحقيقة للجملتين سين وصاد من الممكن التعبير عن تلك الصور كالاتي من الممكن تمثيل تلك الحقائق الاربع في صورة جدول بالتعبير عن حقيقة الجملة المركبة في حالة احتمالية الصواب او الخطأ لكل شق هذا الجدول يطلق عليه جدول الحقيقة trust table منظر الجدول المرافق لو عبرنا عن الصواب بالرمز t اختصار trust وعن الخطأ بالرمز f اختصار false يصبح الجدول في حالة scene equal t وصاد equal f اذا في خانة scene.صاد قيمة الحقيقة هي t وهكذا جدول الحقيقة يمكن استخدامه لتعريف عملية الاقتران او رمز dot لانه يمثل قيمة الحقيقة لكل الحالات الممكنة عند استخدام معامل الاقتران للربط بين جملتين اذا طبقا لجدول الحقيقة السابق قيمة الحقيقة لجمل الاقتران صواب فقط في حالة ان كان شقي او مكوني الاقتران صواب تالة حقيقة الانفصال conjunction through stable جمل الانفصال disjunction بما ان المعامل يربط ما بين جملتين اذا هناك اربع احتمالات لقيمة الحقيقة للجملة المركبة واحد لو كانت الجملتين صواب تصبح الجملة المركبة صواب نين لو الجملة الاولى صواب والثانية خطأ اذا الجملة المركبة صواب تلاتة لو الجملة الاولى خطأ والثانية صواب تصبح الجملة المركبة صواب أربعة وأخيرا لو الجملتين خطأ تصبح الجملة المركبة خطأ منظر الجدول المرافقة مثلا القط يرتدي إما قلادة حمراء أو قلادة خضراء القط لا يرتدي قلادة حمراء إذن القط يرتدي قلادة خضراء هذا المثال يعد نوع من القياس الانفصالي لأن الحجة الأولى جملة مركبة على الصورة الانفصالية أي أنها مركبة من شقين منفصلين بمعامل أو وبالتالي من الممكن أن يكون أحدهما فقط صحيح طبقا لتعريف الانفصال في صورة الضعيفة أي أن القط قد يرتدي قلادة واحدة فقط إما خضراء أو حمراء وبالتالي بناء على مقدمة الحجة الثانية التي أيضا جملة مركبة على صورة النفي وتقر بأن القط لا يرتدي القلادة الخضراء إذن بالتكامل بين المقدمتين لا بد إذن أن يرتدي القط القلادة الحمراء أي نتيجة الحجة أمثلة أخرى إما نجيب محفوظ أو عبد الحليم حعفظ كاتب إما نجيب محفوظ أو يوسف إدريس كاتب إما محمد عبد الوهاب أو عبد الحليم حعفظ كاتب كما واضح لك الجملة الأولى صواب لأن على الأقل أحد شقيها صواب والثانية صواب لأن كل من شقيها صواب وأخيرا الثالثة خطأ لأن كل من شقيها خطأ دالت حقيقة التضمين الجمل التضمينية أو الشرطية قيمة الحقيقة للجملة يتم تحددها بناء على جدول حقيقة له أربع احتمالات بما أن هناك جملتين واحد لو الشرط صواب والنتيجة صواب لابد أن الجملة الشرطية صواب لكن النتيجة خطأ تأمل تلك الأمثلة إذا كان أحمد زكي ممثل إذن عاد الإمام أيضا تنين إذا كان أحمد زكي ممثل إذن نجيب محفوظ أيضا تلاتة إذا كان نجيب محفوظ ممثل إذن أحمد زكي أيضا أربعة إذا كان نجيب محفوظ ممثل إذن يوسف إدريس أيضا طبقا لجدول الحقيقة للجمل الشرطية قيمة الحقيقة للجملة الأولى صواب والثانية خطأ الأمر الذي غالبا يتطابق مع الصورة البديهية عند معظمنا في الجملة الأولى أحمد زكي ممثل وأيضا عاد الإمام وبالتالي الشرط والنتيجة صواب إذن الجملة ككل صواب وفي الجملة الثانية أحمد زكي ممثل لكن نجيب محفوظ ليس كذلك إذن الشرط صواب لكن النتيجة خطأ إذن الجملة ككل خطأ لكن الجملة الثالثة والربعة قد يصعب على البعض إدراك السبب وراء قيمة الحقيقة له بالرغم من أن القيمة متطبقة مع إدراكنا البديهي لحقيقة تلك الجمل لكن ليس من الواضح كيف تم الوصول إلى تلك القيمة كي أقرب الفكرة لك تأمل هذا المثال لو تدربت الإسبوع المقبل إذن تتكسب المباراة النهائية هناك احتمالين قد تتحقق فيهم خسرته في المباراة النهائية الأول هو أنك لم تتدرب لمدة إسبوع أي أن الشرط خطأ والنتيجة خطأ ثاني هو أنك تدربت لمدة إسبوع لكنك خسرت المباراة لأسباب أخرى أي أن الشرط صواب لكن النتيجة خطأ قيمة الحقيقة لجمل التكافؤ يتم تحددها بناء على جدوى الحقيقة له أربع احتمالات بما أن هناك جملتين واحد لو الشرط صواب والنتيجة صواب لا بد إن الجملة صواب فين如果 الشرط صواب والنتيجة خطأ لا بد إن الجملة خطأ ثلاثة لو الشرط خطأ والنتيجة صواب الجملة ككل خطأ أربعة لو الشرط خطأ والنتيجة خطأ الجملة ككل خطأ منظر الجدول المرافق أي أن جملة التكافؤ صواب فقط في حالة الشرط والنتيجة صواب أو الشرط والنتيجة خطأ هذه الحقيقة المنطقية نابعة من الفكرة البسيطة وهي أن جملة التكافؤ سين فقط إذا صاد هي مجرد اختصار منطقي لجملة منطقية مركبة وهي إذا سين إذن صاد وإذا صاد إذن سين أو في صورتها الرمزية أو باللغة الدرجة والبديهية العقلية لابد أن يتحقق كل من سين وصاد كي تصح الجملة أو لا يتحقق كل من سين وصاد كي تصح الجملة تأمل تلك الجمل هيكل صحفي فقط إذا كان مصطفى أمين هيكل صحفي فقط إذا كان نجيم محفوظ أحمد زاكي صحفي فقط إذا كان نجيم محفوظ تالت الحقيقة للجملة الأولى قيمتها صواب لأن شقي الجملة صواب والثانية خطأ لأن نجيم محفوظ ليس صحفي إذن أحد شقي الجملة النتيجة لم تثبت صحته وأخيرا الجملة الثالثة صواب لأن شقي الجملة خطأ لا أحمد زاكي ولا نجيم محفوظ صحفي حساب دالة الحقيقة كي نحسب قيمة دالة الحقيقة لجملة مركبة معقدة سنستخدم طريقة تشبه التعامل مع المعادلات الرياضية سنقوم بالخطوات التالية 1- نكتب قيمة الحقيقة للجملة الجزئية البسيطة أسفل الحروف المعبرة عنها 2- نستخدم قيم الحقيقة للجملة البسيطة لحساب قيم الحقيقة للجملة المركبة ونكتب قيمة الحقيقة للجملة المركبة تحت معامل الربط داخل الجملة سنبدأ بمثال بسيط تصور أن هناك ثلاث قضايا بسيطة غير مركبة A, B, C قيمة الحقيقة لها صواب وثلاث قضايا بسيطة غير مركبة D, E, F قيمة الحقيقة لها قطأ الآن لو هناك جملة فرضية مركبة مثلا Open Brace A, V, D Close Brace Horse Shoe E أولا نكتب قيمة الحقيقة للجملة البسيطة مباشرة تحت الرموز المعبرة عنها سنعبر بT اختصار True عن قيمة الصواب وF اختصار False عن قيمة الخطأ إذن نحصل على Open Brace T, V, F Close Brace Horse Shoe F ثانيا نحسب قيمة الحقيقة للجملة المركبة داخل القوسين T, V, F ونكتبها أسفل المعامل في تلك الحالة طبقا لجدوى الحقيقة معامل الانفصال قيمة الحقيقة لتطبيق الانفصال على الصواب والخطأ هي الصواب إذن الجملة الناتجة T, Horseshoe, F وأخيرا نقوم بتطبيق المعامل الأخير وهو معامل حدوة الحصان طبقا لجدوى الحقيقة عندما يكون الشرط صواب والنتيجة خطأ الجملة ككل خطأ فنكتب النتيجة النهائية تحت رمز حدوة الحصان منظر الشكل المرافق إذن النتيجة النهائية لهذه الجملة هي أن قيمة حقيقتها خطأ بحال إن كانت A صواب وDE خطأ مثال آخر بفرض نفس قيمة الحقيقة للقضايا البسيطة السابقة تأمل هذا المثال Open Brace B.C Close Brace Horseshoe Open Brace E Horseshoe A أولا نعوض عن رموز الجمل البسيطة بقيمة حقيقتها فتصبح Open Brace T.T Close Brace Horseshoe Open Brace F Horseshoe T Close Brace ثانيا نحسب قيمة الحقيقة للجمل المركبة داخل الأقواس فنحصل على النتيجة التالية طبقا لجداول الحقيقة لتلك المعاملات T Horseshoe T وأخيرا نطبق المعامل الأخير ونحصل قيمة الحقيقة النهائية منظر الشكل المرافق هذه الجمل قد تصبح شديد التعقيد مثلا Open Brace Tilda Open Brace D VF Close Brace Dot Open Brace B V Tilda A Close Brace Close Bracket Horseshoe Tilda Open Brace F Horseshoe Tilda C Close Brace منظر الشكل المرافق لحساب قيمة الحقيقة لتلك الجملة تستطيع أن تصور عدد العمليات المنطقية المطلوبة لحساب قيمة حقيقتها منظر الشكل المرافق لكن باستخدام الطريقة البسيطة والمنهجية السابقة نستطيع التوصل لقيمة الحقيقة بكل بساطة لأي جملة أيا كانت درجة تعقيدة اللغة والمعاملات المنطقية Language and Logical Symbols التصور المبدئي عند ترميز اللغة البشرية إلى صورة منطقية رمزية قائمة على معاملات ربط منطقية هو أن هناك تطابق في المعنى بين الكلمات المستخدمة في اللغة لتكوين الجمل المركبة والرموز المنطقية المستخدمة لنفس الغرض في المنطق لكن هذه الرؤية غير دقيقة أولاً معامل الإقتران dot الذي عادة ما يستخدم لترميز كلمات مثل و أو لكن التطابق في المعنى بين اللغة البشرية والرمزية كبير لكن يحدث الاختلاف عندما يتوقف معنى جملة الإقتران على ترتيب شقي الجملة مثلاً تأمل تلك الجمل لقد تزوجت وأنجبت لقد أنجبت وتزوجت الجملة الأولى تتضمن معنى أن الزواج حدث أولاً ثم الإنجاب لاحقاً في حين أن الجملة الثانية تتضمن المعنى المعاكس الإنجاب ثم الزواج هذا المعنى الضمني في الجملة العربية يضيع تماماً عند ترجمتها رمزياً لأن لو عبرنا عن الزواج بسين والإنجاب بصاد تصبح الجملة الأولى سين dot صاد والثانية صاد dot scene والجملتين من الناحية المنطقية متساويتين صورة أخرى من الخلاف عند الترميز تحدث في جمل الإقتران عندما يكون ترتيب الشق الأول في الجملة يتضمن علاقة سببية تأمل هذا المثال في الجملة الأولى هناك معنى ضمني أن الوقوع من على السلم سبب كسر في الصاق ويمكن التعبير عنها رمزياً بـ والجملة الثانية لا تحتوي على نفس هذه العلاقة السببية بين الوقوع من على السلم وإنكسار الصاق ويتم التعبير عنها منطقياً بصاد dot scene وقيمة الحقيقة منطقياً للجملتين واحدة لكن المعنى ليس واحداً ثانياً معامل الإنفصال الذي يستخدم عادة للتعبير عن أو المعامل يعبر عن انفصال شامل inclusive disjunction لكن كلمة أو في اللغة العربية قد تعبر في بعض الأحيان عن انفصال جزئي exclusive disjunction ونفس الفكرة تنطبق على معامل ما لم مثلاً لن تكسب الجائزة ما لم تشتري تذكرة لن تمطر ما لم يكن هناك غيوم في الجملة الأولى هناك معنى ضمني وهو إن من الجائز أنك قد تشتري التذكرة لكن لن تكسب الجائزة مثلاً لأن الحظ لم يحالف رقمك وفي الجملة الثانية المعنى المتضمن قد يكون هناك غيوم في السماء لكنها لن تمطر هذا الانفصال شامل ولا يفقد أي شيء من المعنى الضمني عند ترميز الجمل لكن تأمل استخدام نفس المصطلحات في صورة انفصال حصري هذا الخشب يصلح كوقود للنار ما لم يتم بله بالماء الجملة تتضمن معنى أن لا يمكن استخدام الخشب قوقود في نفس الوقت وهو مبلاً وبالتالي لو تم ترجمة تلك الجملة باستخدام معامل الانفصال سيفقد جزء من المعنى ثالثاً في الجملة الشرطية حيث يستخدم معامل حدوة الحصان الأفقية قد يحدث أيضاً عدم التطابق مع اللغة الدرجة أحياناً تأمل هذا المثال إذا ارتفعت درجة الحرارة فسيبدأ السلج في الزوبان إذا كان الشكل ألف مسلثاً إن الشكل ألف له ثلاث جوانب إذا كانت كل ألف هي به وكل به هي جيم فكل ألف هي جيم الجمل الثلاثة صواب بالرغم من إن الشرط قد يكون خطأ مثلاً في المثال الأول بالرغم من إن درجة الحرارة لم ترتفع إلا إن القانون الذي يحكم دوابان السلج ما زال صحيح بصورة أخرى الجملة المعبرة عن القانون صواب بغض النظر عن قيمة الحقيقة للشرط وفي المثال الثاني حقيقة إن الشكل ألف ليس مثلث ليس مثلث لا تؤثر على حقيقة إن المثلث له ثلاثة أضلاع وبالتالي الجملة المعبرة عن تلك الحقيقة الرياضية صحيحة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للشرط وأخيراً الجملة الثالثة تعبر عن علاقة منطقية بين الجمل هذه العلاقة المنطقية صحيحة غير متغيرة بغض النظر عن القيم المستخدمة لتمثيل ألف باء وجيم فمثلا لو كانت ألف تمثل كلاب وبه تمثل قطط وجيم تمثل دجاج يصبح الشرط والنتيجة خطأ في الجملة لكن الجملة الشرطية ككل صحيحة لأن العلاقة المنطقية بين الرموز الثلاثة ثابتة غير متغيرة التضمين المادي Material Implication رمز حضوة الحصان الأفقية لا يعبر عن معنى الجملة الشرطية لأن كما رأينا التبعية في الجملة الشرطية متعددة المعاني وبالتالي لا يمكن استخدامه للتعبير عن المعنى وإلا سيسبب نفس الالتباس كما في اللغة البشرية لتفريق الرمز عن المعاني الأخرى لفكرة التضمين علماء المنطق يطلقون على التضمين الناتج عن هذا الرمز التضمين المادي Material Implication حتى يفرقوا عن المعاني الأخرى المستخدمة في اللغة البشرية لكن ماذا يعني نوع آخر من التضمين أو التضمين المادي؟ التضمين المادي هو نوع من التبعية أو الشرطية قيمة حقيقتها تعتمد تماما على قيمة الحقيقة للشرط والنتيجة داخل الجملة وليست قائمة بالمرة على أي علاقة استنتاجية أو استنباطية بين الشرط والنتيجة ومن ثم عند ترجمة الجملة الشرطية من اللغة البشرية إلى اللغة الرمزية يفقد جزء من المعنى تأمل هذه الجملة إذا كان مبارك رئيس ديمقراطي إذن القرود تتكلم التضمين هنا ليس بناء على علاقة منطقية سببية أو تعريفية ولا يمثل أيضا علاقة قامت بناء على قرار فردي لأن ليس في إمكانية المجادل أن يجعل القرود تتكلم في الواقع لا توجد أي علاقة بالمرة بين الشرط والنتيجة وعادة ما تستخدم تلك الصيغة من الجملة الشرطية على صورة الصخرية لأن النتيجة بكل تأكيد خطأ ومن المستحيل أن تكون أبدا صحيحة إذن لابد أن يكون الشرط خطأ أي إن مبارك ليس رئيس ديمقراطي على أي حال الفكرة التي أحاول إيصالها لك هو أن لا توجد علاقة حقيقية بين السابق واللاحق طبقا لهذا التضمين المادي الآن تأمل هذه الجملة إذا كان الجليد أخف من الماء إن الجليد يطفو فوق الماء أرجو أن تكون لاحظت العلاقة الاستنتاجية بين الشرط والنتيجة في تلك الجملة حقيقة إن الجليد أخف من الماء هي السبب وراء إنه يطفو فوق الماء وعندما يتم تحويل الجملة إلى صورتها الرمزية يفقد هذا المعنى الاستنتاجي في الجملة ولأن التبعية المادية تتجاهل تلك الوصلة الاستنباطية بين السبب والنتيجة يحدث التعارض بين حقيقة الجملة الشرطية الرمزية وحقيقة الجملة الشرطية اللغة البشرية تأمل هذه الأمثلة إذا كان أحمد يدافع عن الإرهاب إذن فهو مواطن صالح إذا كانت بنها تقع في القليوبية إذن بنها قريبة جدا من أسوان طبقا لتفسير الجمل السابقة في اللغة العادية كليهما جمل خاطئة المواطن الصالح لا يدافع عن الإرهاب ومدينة بنها بعيدة جدا عن مدينة أسوان لكن عند ترجمة تلك الجمل إلى صورتها الرمزية كليهما صواب لأن الشرط فيهما خاطئ وطبقا لجدوى الحقيقة الجمل الشرطية الجملة ككل صواب إن كان الشرط خاطئ بغض النظر عن النتيجة أو الصف الثالث والرابع في جدوى الاحتمالات الحقيقة في الحالات التي يحدث فيها هذا التعارض بين اللغة الدارجة واللغة الرمزية عادة يكون من الأفضل عدم استخدام رمز الحدوة تمثيل الجملة العلاقات الاستنباطية بين الشرط والنتيجة تلعب دور في الجمل الشرطية الدلالية indicative mode كما في الأمثلة السابقة لكنها تلعب دور كبير ومؤثر في الجمل الشرطية التي يتم التعبير عنها بصيغة شرطية مخلفة subjunctive mode تأمل تلك الأمثلة إذا كنت بيل جيتس فسأكون ثريا إذا كان الدولفين سمكة فسيكون بارد الدم إذا كان برج القاهرة مصنوع من الرصاص فسيكون أخف من الهواء إذا كان الرئيس السادات انتحر لكان على قيد الحياة الآن الجمل الشرطية المعبر عنها بصورة مخالفة عادة ما يطلق عليها الشرطية المخالفة counterfactual conditionals لأن الشرط عادة ما يكون خطأ وبالتالي الطريقة الوحيدة لتحديد قيمة الحقيقة للجملة في اللغة العادية يحدث من خلال نوع من الاستنباط مثلا في الجملة الأولى من خلال معرفتنا أن بيل جيتس غني نستطيع استنتاج أني لو كنت بيل جيتس سأكون غنيا بنفس الصورة بمعرفة أن كل الأسماك باردة الدم نستطيع أن نستنتج لو كان الدولفين سمكة لأصبح باردة الدم وفي آخر مثالين نستطيع أيضا من معرفتنا العلمية أن الهواء أخف من الرصاص أو أن الانتحار يؤدي إلى الموت وبالتالي أن نحدد أن كل من الجملتين خطأ ولأن حقيقة الشرطية المخالفة مرتبطة بقوة تلك العلاقات الاستنباطية وليس بصحة أو خطأ شرط ونتيجة الجملة الجمل الشرطية المخالفة لا تعد دالة حقيقية بالمرة ولا يستخدم رمز حدوة الحصان الأفقية لترجمتها إلى صورة رمزية لو مش مقتنع بكلامي جرب تترجم الجمل السابقة إلى صورة رمزية ستجد أن كلها صواب طبقا لجدول حقيقة الجمل الشرطية الأمر المخالف لبديهتنا ومعرفتنا العلمية هذه الفكرة نفسها كانت أحد الدوافع لظهور نوع جديد من المنطق يعرف بمنطق الموجهات مودال لوجيك القائم بالأساس على فكرة العوالم المحتملة كطاريقة كاملة ومتصقة للعالم أو كيف يمكن أن يكون العالم يتم استخدامها على نطاق واسع كأداة رسمية في المنطق والفلسفة واللغويات من أجل توفير دلالات ومعاني مقبولة لحل إشكاليات منطقية مثل مشكلة الشرطية المخالفة في منطق الموجهات وناقشناها بقدر من التفصيل في سلسلة موراء الطبيعة على أي حال نفس حالات عدم التطابق بين اللغة الدرجة واللغة الرمزية في حالة الجمل الشرطية ينطبق بنفس الصورة على جمل التكافؤ بنفس الشكل الذي يعبر به رمز الحدوة عن تبعية مادية رمز التكافؤ يعبر عن تكافؤ ماد أي أنه يتجاهل أي علاقة استنتاج واستنباط بين مكونات الجملة ومن ثم يحدث تعارض بين المعنى للجملة الدرجة والمعنى الرمزي للجملة تأمل هذين المثالين من السهل تسلق الهرم الأكبر فقط إذا كان ارتفاعه أكثر من مائة متر الهرم مثلث الشكل فقط إذا كان له خمس أوجه طبقا للغة العادية تلك الجمل خاطئة المرتفعات التي ارتفعها أكثر من مائة متر ليست سهلة التسلق والمثالثات أشكال هندسية لها ثلاثة أوجه وليس خمسة لكن لو ترجبنا تلك الجمل إلى الصورة الرمزية أي صورة التكافؤ المادي الجملتين صواب لأن في كل الحالتين الجمل المكونة للجملة المركبة خطأ وبنفس صورة الجمل الشرطية عندما يحدث التعارض في المعنى بين جمل التكافؤ في اللغة الدرجة واللغة الرمزية في تلك الحالة استخدام معامل التكافؤ المنطقي يصبح غير مناسب وبنفس الصورة الشرطية جمل التكافؤ المخالف Subjunctive By Conditionals لا تعد دلة حقيقة في منطق القضايا ولا يستخدم معامل التكافؤ للتعبير عنها لكن منطق الموجهات هو مجال تطبيق مثل تلك الجمل جداول الحقيقة للفرضيات Propositions True Stable كما رأينا منذ قليل جداول الحقيقة هي ترتيب احتمالات قيم الحقيقة لمركبات الجملة كي نصل إلى قيمة الحقيقة المحتملة للجملة المركبة كي نبني جدول الحقيقة لأي فرضية الخطوة الأولى هي أن نحدد عدد الصفوف في الجدول كل صف يمثل تمثيل لواحد من الاحتمالات الممكنة عند ترتيب قيم الحقيقة لمركبات الجملة بصورة معينة عدد الصفوف في الجدول مساوي لعدد الاحتمالات الممكنة لترتيب قيم الحقيقة لقضايا أو المركبات الداخلية للجملة المركبة مثلا لو الجملة مكونة من قضية واحدة أو مركب واحد سيكون هناك احتمالان فقط لقيمة الحقيقة صواب أو خطأ وفي تلك الحالة هناك صفين فقط وإذا كانت الجملة مركبة من فرضيطين سين وصاد سيكون هناك أربع احتمالات لقيم الحقيقة للجملة لأن هناك قيمتي حقيقة لكل جملة إذن حاصل ضرب اتنين في اتنين بساوي أربعة وهكذا لو كان هناك ثلاث جمل سيكون هناك ثمان احتمالات للحقيقة أربع جمل سيكون هناك ستاشر احتمال للحقيقة إلى آخره انظر الجدول المرافقة لأصحاب العقول الرياضية العلاقة بين عدد الجمل وعدد الصفوف أو احتمالات الحقيقة للجملة المركبة يمكن التعبير عنه بمعادلة L تساوي اتنين أس N حيث L تعبر عن عدد الصفوف في جدول الحقيقة و N تعبر عن عدد الجمل أو الفرضيات البسيطة المكونة للجملة المركبة أفضل طريقة لفهم هذه العملية هو تطبيقها على مثال عملي كما في المعادلات الرياضية تأمل هذا المثال البسيط هناك فرضياتين مكوناتين لتلك الجملة المركبة A و B إذن سيكون هناك أربع احتمالات أو صفوف في جدول الحقيقة للجملة في رأس الجدول نضع كل من الفرضياتين المكوناتين للجملة في عمود و عمود ثالث للجملة المركبة ككل ثم أسفلهم أربع صفوف تمثل الاحتمالات الأربعة منظروا الشكل المرافق الخطوة الثانية نضع تحت الفرضية A أربع احتمالات لقيم الحقيقة سنمثل قيمة الصواب بالرمز T و قيمة الخطأ بالرمز F سنقوم بقسمة عدد الاحتمالات الممكنة إلى نصفين أي نقسم عدد الاحتمالات الأربعة إلى نصفين كل نصف به صفين في الصفين الأولين نضع T و في الصفين الثانيين نضع F الخطوة التالية هي احتمالات الحقيقة B كي نوزعها على احتمالات A بصورة تبادلية نقوم بقسمة الصفين الأولين من A فنضع أمام الأول T وأمام الثاني F ندبع ذلك بقسمة الصفين التاليين نضع أمام الأول T وأمام الثاني F منظر الشكل المرافق هذا التوزيع يضمن كل الاحتمالات الممكنة لقيم A و B الآن نبدأ بحساب قيمة الحقيقة للجملة المركبة بتطبيق المعاملات المنطقية كما رأينا سابقا ووضع القيمة الناتجة أسفل العلامة في كل صف سنبدأ أولا من داخل القوسين ونطبق النفي على B في الصف الأول قيمة B كانت صواب إذن نفيها خطأ وبالتالي نضع F أو خطأ تحت علامة النفي في الصف الأول وهكذا نكمل بنفس الصورة جميع الصفوف لمعامل النفي منظر الشكل المرافق بعد ذلك ننتقل إلى معامل الانفصال V داخل القوسين ونقوم بتطبيقه على قيمة الحقيقة لA وقيمة الحقيقة لنفي B الناتجة من الخطوة السابقة نقوم بتقرار تلك الخطوة للصفوف الأربعة منظر الشكل المرافق أخيرا نقوم بتطبيق المعامل الأخير خارج القوس معامل التضمين أو التبعية في تلك الحالة المعامل يتم تطبيقه لكل صف من الصفوف الأربعة على نتيجة الانفصال من الخطوة السابقة التي كتبناها تحت رمز الانفصال V وقيمة جملة B ثم نكتب النتيجة النهائية تحت معامل التضمين هذه هي القيمة النهائية للجملة المركبة ككل بما أن هذا المعامل كان آخر المعاملات في الجملة وهو المعامل الرئيسي منظر الشكل المرافق هذا الجدول يخبرنا الآن بقيم الحقيقة للجملة المركبة في كل احتمالاتها طبقا لقيم الحقيقة للجملة المكونة لها A و B هذه هي الطريقة التقليدية لبناء جدول الحقيقة للفرضيات وغالبا ما تجدها في معظم كلاسيكيات كتب منطق القضايا هناك طريقة بديلة لحساب جدول الحقيقة أقصر وأسرع بعض الشيء فيها لنضع عمودين مستقلين لقيم الجمل البسيطة A و B بدل من هذا نضع قيمتهم مباشرة تحت رموزهم في الجملة المركبة أي أن الجدول يكون به عمود واحد رأسه هي الجملة المركبة وتحت القضية A في الصفوف الأربعة نضع احتمالات قيمة الحقيقة لها بنفس الطريقة السابقة وتحت القضية B نضع في الصفوف الأربعة تحتها احتمالات قيمة الحقيقة بنفس الطريقة السابقة منظر الشكل المرافق ثم نتبع نفس الخطوات السابقة بتطبيق المعاملات ووضع القيم الناتجة في الصفوف الأربعة أسفلها حتى نصل إلى النتيجة النهائية تحت معامل التضمين منظر الشكل المرافق أنصحك بالتوقف عن إكمال الحلقة وإحضار ورقة وقلم ثم قم بتطبيق إحدى الطريقتين لحساب قيمة الحقيقة للجملة المنطقية التالية بنفسك Open Brace C.Tilda D Close Brace Horse Shoe E ثم عود مرة أخرى لإكمال الحلقة المنطق كالرياضيات أفضل طريقة لاستعابه هي التطبيق العملي تصنيف القضايا المنطقية Logical Proposition Types بداولة الحقيقة قد تستخدم لتحديد إن كانت قيمة الحقيقة لجملة مركبة تعتمد تماما على شكل وقالب الجملة أو تعتمد أيضا على قيم الحقيقة لمركبتها الجملة المنطقية المركبة يقال أنها صحيحة منطقيا Logically True أو Totological Statement إذا كانت الجملة صواب بغض النظر عن قيمة الحقيقة للجمل أو القضايا المكونة له ويقال أنها خاطئة منطقيا Logically False أو متنقدة Self-Contradictory Statement إذا كانت خاطئة بغض النظر عن قيمة الحقيقة للقضايا المكونة له وأخيرا يقال أنها جملة مشروطة Contingent Statement إن كانت قيمة الحقيقة للجملة تعتمد على حقيقة مكوناتها بالنظر إلى قيمة الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في الجملة المركبة نستطيع تحديد كيف يمكن تصنيف الجملة طبقا للفئات الثلاثة السابقة إن كانت كل الاحتمالات صواب تحت المعامل الرئيسي في جدول الحقيقة في تلك الحالة الجملة صواب منطقيا أو توتولوجيا إن كانت كل الاحتمالات خطأ في جدول الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في تلك الحالة الجملة خطأ منطقيا أو متنقدة وأخيرا لو كان هناك احتمال واحد صواب واحتمال واحد خطأ يقال أن الجملة مشروطة منظر الجدول المرافق مثلا بالمثال السابق كان تحت المعامل الرئيسي في الجملة المركبة معامل التضميم أو الحدوة هناك أربع احتمالات أحدهم كان صواب وأحدهم كان خطأ وبالتالي الجملة تصنف على إنها مشروطة أو بصورة أبسط عقيقة الجملة مشروطة بقيم الحقيقة لمركبتها الداخلية قد تكون صواب أو خطأ بناء على قيم الحقيقة للجمل البسيطة المكونة له لكن لو تأملت هذه الجملة المركبة مثلا جدول الحقيقة لهذه الجملة يحتوي على أربع صفوف تحت المعامل الرئيسي في الجملة معامل التضميم كل الاحتمالات صواب إذن الجملة توتولوجية أو صواب منطقيا بنظر الشكل المرافق أما الجملة المركبة جدول حقيقتها له أربع احتمالات تحت المعامل الرئيسي في الجملة معامل التكافؤ كل الاحتمالات خطأ إذن الجملة متنقضة أو خطأ منطقيا وفي كل المثالين قيمة الحقيقة للجملة المركبة مشروطة بقيمة الحقيقة للجمل المكونة لها الأولى صواب بغض النظر عن حقيقة الجمل المكونة لها أي أنها صواب ضروريا والثانية خطأ بغض النظر عن حقيقة الجمل المكونة لها أي أنها خطأ ضروريا إن كانت القضية إما صواب منطقيا أو خطأ منطقيا قيمة حقيقتها تعتمد على هيئة الجملة فقط ولا علاقة لها بمحتوى الجملة السؤال الذي غالبا ما يدور في عقلك الآن ما أهمية هذا التفريق في الحقيقة هذا التفريق مهم لأن الجمل من تلك النوعية عادة لا تصنع أي تأكيدات جديدة عن الواقع مثلا هذه الجملة التوتولوجية أو الصواب منطقيا إما أنها تمطر أو لا تمطر جملة صواب في حالة أنها أمطرت أو لم تمطر ولهذا لا تخبرنا أي شيء عن حالة التقص لكنها مازالك جملة صواب منطقيا بل صوابها عقيقة ضرورية نابعة من هيئتها أو طريقة تركبها وبنفس الصورة الجملة المتنقضة أو الخطأ منطقيا لا تقدم أي معرفة عن الواقع مثلا أنا أكون ولا أكون هذه الجملة لا تقدم أي معلومات عن كيننتي لأنها تثبت وتنفي نفس الشيء في نفس الجملة وبالتالي هي خطأ بناء على قالبها وليس محتوها الأمر المختلف تماما عن جملة مثل إنها تمطر في الشتاء جملة مشروطة بحقيقة حالة الواقع عن التقص الاستخدام الآخر المهم لجداول الحقيقة هو مقارنة القضايا المنطقية وعلاقتها ببعضها مثلا قضياتين يقال أنهما جمل متكفأة منطقيا إذا كان لهم نفس قيم الحقيقة بكل صف تحت المعامل الرئيسي بالجملة داخل جدول الحقيقة ويقال أنهما جملتين متناقضتين contradictory statements إن كانت قيم الحقيقة في كل صف داخل جدول الحقيقة تحت المعامل الرئيسي في الجملتين متضدتين إن لم تتحقق تلك الحالتين إما أن تكون الجملتين متصقتين أو غير متصقتين قضياتين يقال أنهم متصقتين consistent statements إن كان هناك على الأقل صف واحد قيم الحقيقة فيه للإثنين صواب ويقال أنهم غير متصقتين inconsistent statements إن لم يوجد أي صف حيث قيم الحقيقة صواب في الجملتين منظر الجدول المرافق مثلا الفردية k horseshoe l والفردية tilde l horseshoe tilde k متكافئتين منطقيا لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي في الجملتين متطبقة منظر الشكل المرافق على العكس من جملة k horseshoe l وجملة k dot tilde l جملتين متناقضتين لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي في كلايهما متناقضة منظر الشكل المرافق أما مثلا في حالة الجملة k v l والجملة k dot l القضيتين متصقتين لأن الصف الأول لكلايهما قيمة الحقيقة للمعامل الرئيسي صواب منظر الشكل المرافق على العكس من جملة k equivalence l وجملة k dot tilde l قضيتين غير متصقتين لأن لا يوجد أي صف فيه قيمة الحقيقة للمعامل الرئيسي في كلايهما كانت صواب منظر الشكل المرافق وعادة ما نطلق على التكافؤ والتناقض بين الجمل علاقة قوية ثم يتبع ذلك العلاقات الضعيفة أي علاقة الاتصاق علاقة الاتصاق بين الجمل مهمة جدا لأن من الممكن استخدامها لتقييم إن كانت فرضيات الشخص عقلانية أم لا مثلا درجة غليان الماء مئة درجة مئوية وجملة عدد سكان مصر الحالي مئة مليون نسمة كليهما فرضيات صحيحة في الواقع ولو قمت بتمثيلها في جدوى الحقيقة ستجد أن هذا الاتصاق معبر عنه بقيمة الحقيقة حيث القضياتين صواب على الأقل في احتمال واحد لكنهما غير متكافئتين منطقيا لأن قيم الحقيقة للمعامل الرئيسي بهما ليست متطابقة مثلا عدد سكان مصر يتزايد مستمر وقد يتغير بعد عدة سنوات لكن الجملة الأولى حقيقة علمية لن تتغير مع الوقت جداول الحقيقة للحجد Arguments Trish Tables جداول الحقيقة هي الطريقة القياسية لاختبار صلاحية الحجج داخل منطق القضايا وكما اتبعنا طريقة محددة لبناء جدول الحقيقة للقضايا سنتبع طريقة محددة لبناء جدول الحقيقة للحجج اتبع الخطوات التالية 1- قم بترميز قضايا الحجة 2- اكتب الصورة الرمزية للحجة وضع خط فاصل بين كل مقدمة وخطين فاصلين بين المقدمات والنتيجة 3- قم برسم جدول الحقيقة للحجة الرمزية كما لو كانت القضايا مجزئة إلى أقسام 4- حدد في الجدول الصف الذي فيه كل المقدمات صواب والنتيجة خطأ إن وجد هذا الصف تصبح الحجة خطأ إن لم يوجد إذن الحجة صواب عارف إن الكلام نظري بعض الشيء لذلك أفضل طريقة لاستيعابه هي مثال عملي تأمل الحجة التالية 1- إذا كان قطرة الأحداث مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين فإن الإعدام يعد عقوبة مبررة 2- قطرة الأحداث ليسوا مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين 3- لذلك فإن الإعدام ليس عقوبة مبررة نبدأ بالخطوة الأولى وضع الحجة على صورتها الرمزية نرمز للقضية قطرة الأحداث مسؤولين عن جرائمهم مثل البالغين بالرمز J والقضية الإعدام يعد عقوبة مبررة بالرمز E وبالتالي تصبح الصورة الرمزية للحجة 1- J-Horseshoe E 2- J 3- E الآن نقوم برسم جدول الحقيقة للحجة بما أن الحجة تحتوي على قضيتين أو رمزين إذن هناك أربع احتمالات للحجة وبالتالي هناك أربع صفوف في الجدول الآن الرموز ستتكرر في كل قضية من قضايا الحجة الثلاث ضع تحت كل رمز احتمالات قيم الحقيقة موزعة كما رأينا من قبل عند صناعة جدول حقيقة القضية سنكرر قيم الحقيقة تحت كل رمز منظر الشكل المرافق بعد ذلك نقوم بحساب قيمة الحقيقة لكل قضية بتطبيق المعاملات داخل كل قضية ثم نضع قيمة الحقيقة تحت المعامل منظر الشكل المرافق لاحظ أننا نقوم بتطبيق المعاملات حتى على قضية نتيجة الحجة الآن اكتمل جدول الحقيقة بالنظر إلى الجدول ستجد الصف الثالث فيه قيمة الحقيقة للقضية الأولى صواب وقيمة الحقيقة للقضية الثانية صواب وقيمة الحقيقة للنتيجة خطأ إذن الحجة ككل خطأ الطريقة سهلة وفعالة للوصول لقيمة الحقيقة لأي حجة لكنها طريقة غير صالحة بتقييم حجج تحتوي على مقدمات غير متنسقة تأمل هذه الحجة 1- السماء زرقاء 2- السماء ليست زرقاء 3- إذن بريس عاصمة فرنسا لو تأملت جدول الحقيقة للحجة منظر الشكل المرافق بما أن المقدمتين غير متصقتين لن تجد ولا صف في الجدول فيه قيم الحقيقة متساوية عندما يحدث احتمال صواب المقدمة الأولى لابد أن يكون احتمال الثانية خطأ لأنهما نفي بعضهما وبالتبعية لن يوجد ولا صف حيث المقدمات كلها صحيحة والنتيجة خاطئة إذن طبقا للقواعد السابقة لابد أن الحجة صواب لكن بكل تأكيد الحجة غير سليمة لأن بها مقدمة غير صحيحة مثال آخر القاهرة في عاصمة مصر إذن إما أنها تمطر أو لا تمطر بعد ترميز الحجة ورسم جدول الحقيقة لها منظر الشكل المرافق نتيجة الحجة دائما صواب أي أنها قضية توتولوجية أي صواب منطقيا دائما بغض النظر عن المقدمات وبالتالي لن تجد أي صف في الجدول المقدمات فيه صواب والنتيجة خطأ إذن الحجة صواب وأيضا الحجة سليمة لأن المقدمات صواب الكثير من حجج منطق القضايا لها شكل وهيئة أو قالب محدد ومتعارف عليه بين المنطقيين بأسماء محددة ومعروفة وكما ناقشنا في الحلقات السابقة الصور، القوالب والهيئات المحددة تساعد في التعرف بسرعة على صلاحية الحجة بمجرد تحديد قالبها أو هيئتها سأعرض عليك بعض من تلك الصور سواء للحجج الصالحة أو الغير صالحة قالب أو هيئة الحجة argument form هو ترتيب للجمل والمعاملات في الحجة بطريقة تجعل من الممكن استبدالها بأي جملة وتظل النتيجة واحدة مثلا ترتيب الرموز التالية هو قالب لحجة 1P.Q 2P أو قمنا باستبدال الجملة أحمد مهندس ونرمز لها بالرمز capital A محل المتغير B والجملة محمد طبيب ونرمز لها بالرمز capital B محل المتغير U إذن تصبح الحجة 1 أحمد مهندس ومحمد طبيب 2 أحمد مهندس أو صورتها الرمزية 1 capital A dot capital B 2 capital A لتبسيط الأمر تصور العلاقة بين قالب الحجة وتمثيلها على أنها العلاقة بين الهيكل العظمي للإنسان والإنسان نفسه سأعرض عليك 6 صور من قوالب الحجج الصالحة الصورة الأولى القياس الاستثنائي modus bonus mp وتتركب من مقدمة شرطية أولى ومقدمة ثانية تؤكد الشرط في المقدمة الشرطية الأولى ونتيجة تؤكد النتيجة في المقدمة الشرطية صورتها الرمزية كالآتي 1 P horseshoe Q 2 P 3 U أي تمثيل لهذا القالب هو حجة صالحة مثلا 1 لو يموت 12 مليون طفل سنويا من الجوع إذن هناك مشكلة في توزيع الطعام في العالم 2 12 مليون طفل يموت سنويا من الجوع 3 إذن هناك مشكلة في توزيع الطعام في العالم هذه حجة قياس استثنائي صالحة لأنها تمثل القالب الصالح ثانيا النفي الاستثنائي modus talents mt قالب منطقي صالح يتكون من مقدمة أولى على صورة شرطية مقدمة ثانية تنفي نتيجة المقدمة الشرطية ونتيجة تنفي صحة الشرط صورتها الرمزية كالآتي 1 بي هورسشو كيو 2 تيلدا كيو 3 تيلدا بي مثلا 1 إذا كانت الحكومة تهتم بحرية التعبير إذن لابد أن يتوقف الحبس في قضايا الرأي 2 لم يتوقف الحبس في قضايا الرأي 3 إذن الحكومة لا تهتم بحرية التعبير الصورة الثالثة القياس المنطقي الإفترادي قالبها يتكون من مقدمتين شرطيتين ونتيجة شرطية تشكل سلسلة تتابعية إلى النتيجة وصورتها القياسية كالآتي 1 بي هورسشو كيو 2 كيو هورسشو آر 3 بي هورسشو آر مثلا 1 إذا استمر عدد سكان العالم في النمو فستصبح المدن مقتزة 2 إذا أصبحت المدن مقتزة بالسكان إذن سينتشر التلوث 3 إذن إذا استمر عدد سكان العالم في النمو سينتشر التلوث الصورة الرابعة القياس الإنفصالي Dasjunctive Sylligism DS قالب لحجة صالحة يتكون من مقدمة أولى جملة انفصالية ومقدمة ثانية تنفي الشق الأيصر في المقدمة الانفصالية ونتيجة تؤكد الشق الأيمن صورتها الرمزية كالآتي 1 بي في كيو صلاحية تلك الحجة من الممكن التأكد منها بسهولة من خلال جدوى الحقيقتها جرب أن تثبتها بنفسك وترسم جدوى الحقيقتها مثلا 1 إما دبي أو القاهرة تقع في مصر 2 دبي لا تقع في مصر 3 إذن القاهرة تقع في مصر الفكرة بديهية في هذا القالب بنفي أحد شقي الانفصال يصبح الآخر صحيح لأن هذا هو معنى الانفصال وطالما تم نفي أحد الشقين لا بد من صحة الآخر الصورة الخامسة معضلة البناء Constructive Dilemma CD قالب منطقي صالح يتكون من مقدمة أولى على صورة اقتران بين جملتين شرطيتين ومقدمة ثانية على صورة انفصال تؤكد أحد الشرطين في الجملتين الشرطيتين ونتيجة منطقية تؤكد صحة أحد النتيجتين في الجملتين الشرطيتين صورتها الرمزية كالآتي Open Brace P Horseshoe Q Close Brace Open Brace R Horseshoe S Close Brace 2 B V R 3 Q V S أي تمثيل لهذا القالب يعد حج صالح مثلاً 1- إذا اخترنا الطاقة النووية فإننا نزيد من مخاطر وقوع حادث نووي ولكن إذا اخترنا الطاقة التقليدية فإننا نضيف إلى تأثير الاحتباس الحراري 2- يجب أن نختار إما الطاقة النووية أو الطاقة التقليدية 3- لذلك إما أن نزيد من خطر وقوع حادث نووي أو نضيف إلى تأثير الاحتباس الحراري 3- الصورة السادسة معضلة الهد Destructive Dilemma DD أيضاً قالب منطقي صالح مشابه لمعضلة البناء يتكون من مقدمة أولى على صورة جملة اقتران بين جملتين شرطيتين ومقدمة ثانية انفصالية من نفي نتيجة الجملتين الشرطيتين ونتيجة انفصالية بين شرطي الجملتين الشرطيتين أي أن نتيجة الحجة هي نفي أحد شرطي المقدمة الأولى صورتها الرمزية كالآتي أي تمثيل لهذا القالب يعد صالح منطقية مثلاً 1- إذا أردنا عكس تأثير الاحتباس الحراري فعلينا أن نختار الطاقة النووية ولكن إذا أردنا تقليل مخاطر وقوع حادث نووي فيجب علينا اختيار الطاقة التقليدية 2- إما أننا لن نختار الطاقة النووية أو لن نختار الطاقة التقليدية 3- لذلك إما أننا لن نعكس تأثير الاحتباس الحراري أو لن نقلل من خطر وقوع حادث نووي الآن سننتقل إلى قالبين من الحجج مرتبطين بقالب القياس الاستثنائي وقالب النفي الاستثنائي وتعرضنا لهم في حلقات سابقة من سلسلة المنطق هذين الصورتين قاطئتين ويعدى من صور المغالطات المنطقية الرسمية الأولى معروفة بمغالطة تأكيد النتيجة Affirming the Consequent AC ويتكون فيها قالب الحجة من مقدمة أولى على صورة شرطية ومقدمة ثانية تؤكد نتيجة الشرط في المقدمة الأولى ونتيجة الحجة تؤكد شرط المقدمة الأولى قالب الحج الرمزي كالآتي 1- P- P- Q 2- Q 3- P أي حجة على تلك الصورة غير صالحة وخاطئة بالضرورة مثلا 1- إذا اغتيل جمال عبد الناصر إذن لابد وإنه ميت 2- جمال عبد الناصر ميت 3- إذا جمال عبد الناصر أغتيل الصورة الثانية هي مغلطة نفي الشرط Denying the Antecedent وفيها يتكون قالب الحجة من مقدمة أولى على صورة شرطية ومقدمة ثانية تنفي الشرط ونتيجة الحجة تنفي النتيجة في المقدمة الشرطية الصورة الرمزية كالآتي 1- P- P- Q 2- Tell the Q 3- Tell the B مثلا 1- إذا اغتيل جمال عبد الناصر إذن لابد وإنه ميت 2- لم يتم اغتيال جمال عبد الناصر 3- إذن جمال عبد الناصر ليس ميتا أرجو أن يكون من الواضح لك الهيكل المغلوط لتلك المغالطتين المنطقيتين الرسميتين القصة اللي بدأنا بيها هوار خيالي مقتبس بتصرف من كتاب مقدمة مختصرة للمنطق للفيلسوف الأمريكي المعاصر باتريك هارلي الحوار احتوى على 11 حجة منطقية في صورة قياسية مثلا 1- إنما قالت ردوة إذا كان الروبوت شخصا إذن سيصبح عقلانيا لكن لا يوجد روبوت عقلاني إذن لا يمكن أن يكون شخصا هذه حجة رسمية تتكون من مقدمتين ونتيجة المقدمة الأولى شرطية والثانية تنفي نتيجة الشرط في المقدمة الأولى والنتيجة تؤكد شرط المقدمة من الممكن صياغة تلك الحجة على صورتها الرمزية كالآتي سنعبر عن جملة الروبوت شخصا بالرمز P small والروبوت عقلاني بالرمز Q small إذن تصبح الصورة الرمزية للحجة 1- P horseshoe Q 2- Q 3- P الآن نقوم برسم جدول الحقيقة للحجة بما أن هناك قضيتين في الحجة إذن هناك أربع احتمالات للحقيقة نقوم بوضع احتمالات الصواب والخطأ تحت كل من P و Q ثم نقوم بحساب الاحتمالات لنفي Q وأخيرا حساب احتمالات قيمة الحقيقة لنفي P وبما أن معامل النفي في النتيجة هو المعامل الوحيد إذن هو المعامل الرئيسي في القضية الآن كي نحدد إن كانت الحجة صالحة نبحث عن صف في الجدول فيه المقدمات صواب والنتيجة أيضا صواب لا يوجد أي صف به المقدمتين صواب والنتيجة صواب إذن هذه الحجة غير صالحة منظر الشكل للمرافق لو دققت النظر قليلا في قالب الحجة ستجد أن تلك النتيجة كان يمكن الوصول لها بسرعة لأن قالب الحجة مطابق لقالب المغلطة الرسمية نفي الشرق وبالتالي أي حجة تمثل هذا القالب غير صالحة وخاطئة دون الحاجة إلى حساب جدول الحقيقة له الآن حاول التعرف على باقي الحجج وقم بحساب قيمة حقيقتها إما من خلال رسم جدول الحقيقة أو البحث عن قالبها المنطقي وتذكر المنطق مثل الرياضيات أفضل وسيلة لإدراكه هي تطبيقه واستخدامه ودلوقتي تأمل صور منطق القضايا وقواعده هل منطق القضايا كافي للتعبير عن كافة صور الحقيقة؟ ما العلاقة بين منطق القضايا ومنطق القياس؟ هل من الممكن ترميز الجمل والوصول لحقيقتها من خلال أدوات رياضية؟ أم أن الواقع أكثر تعقيدا كي يتم اختزاله بصورة منطقية رياضية؟ فكر تاني في الحلقة الجاية سنكمل رحلة بحثنا في ضروب المنطق الرسمي ونتعرف على أحد أهم صوره نتيجة للدور المحوري الذي لعبه في صورة المعلومات بنيت على الأسس الرمزية والمنطقية التي وضعت في منطق القضايا عن قواعد الاستدلال، قواعد التضمين، قواعد النافي، ومنطق الإسناد هنتفلس في المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية أعيش الحياة بفلسفة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر